الخلاصة ان الكذب والانكار والجباية اللي السيسي صخر نظامه كله عشان يمرس على المصريين ما عادش الحقيقة ينفع معها تومة الاخوان ولا عادة الحقيقة تنفع في دوشة الازرع الاعلامي بتاعت السيسي اللي بيحصل من غضب وديق وهتاف وترندات هو النتيجة الطبيعية لحكم السيسي حكم السيسي اللي تاجر في الاحياء والموتى حكم السيسي اللي تاجر في كل شيء انسى عشتين سبتمبر مش مهم عشتين سبتمبر بس المهم ان الشارع بيغلي المهم يا حضرات وانا بقول لكم الشارع بيغلي الشارع خلاص فات بيه ما عادش العايز عسكر ولا اخوان ولا يهمه القصة دي الشارع المواطن غرق عايز اللي ياخد بايده ويطلعه المواطن حس زي ما قال الشعر كده مسارح وسيمة والمواطن حس بالقصة دي مسارح وسيمة وسيرك وأفيش وصورة المنيل وكاب الشويش وكلب الحراسة وكرسي الرياسة وحبة سياسة وتربة حشيش تذاكر يا هانم تذاكر يا بيه هتدخل بعين تحاسب عليه جميع اللي ماتوا اعيالي الصغار جميع اللي عاشوا ملوكوا الامار تدخن يا باشا سجاير يا هاش وتنسى اللي ميت وتنسى اللي عاش وتقلع هدومك وتلبس همومك وتاكل سمومك بكل انتعاش تكيت بهية وكشك السعادة ودمك يا حلوة يا سكر زيادة وصرخة بناتك وشرخة بيهاتك شهادة وفاتك في حالة عبادة عزيز المواطن عزيز الفقير أمالك في بكرة بتنقص كتير بتنقص كتير بتنقص بلادك أراضي وبيوت بتنقص ولادك تابوت فوق تابوت حياتك يا فندي حياة ما تسويش فيها ايه اللي يجري يجبر جنابك تعيش ده بينك يا باشا وبين الحياة حواجز وشيش خلف شيش خلف شيش سيناريو العجايب عجيب العجاب تموت البراءة وتحيا الكلاب وتصنع مهازل وتهدم منازل وتعمل عوازل ما بين الصحاب أتار اللي ميت أتيل اللي غارم وأتار البلد دي بتهوى الكلام وتهوى البنادق وتهوى الخنادق وتهوى اللي الصادق في صورة عباعم تذاكر يا هانم تذاكر يا بيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر